السلام عليكم أصدقائي معكم عادل من قناة الدقاء التقنية اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله رح نشوفه أو نقدم لك أفضل هواتف شاومي التي تستحق الشراء لهذا العام يعني إذا كنت من محبي شركة شاومي وتبحث على هاتف من ريدمي أو بوكو أو شاومي رح نقدم لك الأفضل والتي تستحق الشراء وقبل أن نبدأ لايك جميل وهذا لمواصلة ونشر هذا المحتوى التقني المفيد والآن فلنبدأ بركة الله أولاً محتوى الفيديو رح يكون كالتالي أفضل هاتف من شاومي على العموم في عام 2024 أيضاً أفضل هاتف من شاومي بسعر معقول وأيضاً أفضل آداء وسعر من شاومي ورح نقدم أيضاً بطل شاومي في الفئة المتوسطة بسعر تقريباً 300 دولار أول هذه الهاتف على تستحق الشراء بسعر تقريباً 300 دولار ويعتبر من أفضل الهاتف المتوسطة لهذه السنة وهو الريدمي نوت 13 برو نسخة 5G عائلة الريدمي نوت صراحة تعتبر هي الحصان التي تعمل عليه شاومي وتعتبر من أكثر الهاتف ما بيعاً حول العالم لذلك فهاتف الريدمي نوت 13 برو 5G يقدم توازن جيد بين الميزات والآداء مقابل السعر صراحة الهاتف يقدم وصفات ممتازة من شاشة ممتازة ومعالج جيد مع كاميرا ممتازة أيضاً ودرنا على هذا الفيديو أعفواً على هذا الهاتف مراجعة وستجدون رابط المراجعة في الوصف وإذا يتحوس على الأداء القوي وبسعر جيد راح تلقى هاتف البوكو F6 يتميز بمعالج قوي نعم كان بعض التضحيات من ناحية سرعة الشحن وخاصة الكاميرات لأن الهاتف موجه أكثر لمحبي الألعاب ولتفاصيل أكثر على هذا الهاتف فرح تجدون أيضاً فيديو المراجعة الكاملة في الوصف السعر انتعه حالياً في عليكسي بريس في التخفيضات يدير حوالي 325 دولار فقط ومن الهواتف القوية التي تستحق الشراء هاتف شاومي الجديد شاومي 14T برو هاتف قوة صراحة تقريباً متكامل من جميع النواحي يتميز بمعالج رائد راح يقدم تجربة ألعاب قوية أيضاً لديه شاشة متميزة بتردد عالي 144 هرتز ويتميز أيضاً بكاميرا رائدة من لايكا راح تقدم صور مميزة سواء في الإضاءة العالية أو المنخفضة ويمتاز بشحن السريع والهاتف سيدعم ميزات الذكاء الاصطناعي صراحة هاتف قوة خاصة اللون الرمادي كيتانيوم سعر حوالي 750 دولار وآخر هاتف وهو الأقوى من شاومي في عام 2024 هاتف شاومي 14 إلترا أفضل التقنيات المتاحة للشركة راح تلقاها في هذا الهاتف عنده أفضل معالج وأفضل شاشة وأفضل كاميرا يتميز الهاتف بإعداد الكاميرا الرباعية متعددة الاستخدامات في الخلف والتي تم ضبطها بمساعدة خبراء الكاميرات الألمان في عدسة لايكا الهاتف متميز جداً صراحة من ناحية الكاميرا راح يقدم صور احترافية أيضاً يتميز بشاشة قوية مع سطوع عالي ويتميز أيضاً بمعالج قوي ويتميز أيضاً بتصميم فاخر سعر الهاتف تقريباً يبدأ بسعر حوالي 900 دولار والسؤال المطروح على خيارة هذه الهواتف للعلم أنها توجد هواتف كثيرة من شاومي متميزة أولاً هذه الهواتف تقدم تنوع في المعالجات منها معالجات رائدة من سناب دراجون كمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثالث أيضاً سنجد معالج قوي وهو الديميز 6900 بلاس في هاتف شامي 14 تي برو وزيد كان معالج سناب دراجون الجيل السابع وهذه بالنسبة للهاتف المتوسط معالجات قوية مناسبة للألعاب ورح تقدم لك سلاسة وسرعة في التصفح والتنقل بين التطبيقات زيد قدمت لك أفضل الهواتف من ناحية الكاميرا هواتف جيدة للكاميرا خصوصاً هاتفي الشامي 14 إليترا والشامي 14 تي برو أيضاً تتميز هذه الهواتف ببطاريات ممتازة مع سرعات الشحن السريعة أيضاً تتميز هذه الهواتف أيضاً بشاشات كبيرة وتدعم 5G والNFC وتدعم أحد التقنيات البليتوث والواي فاي وزيد تتميز بمعدلات تحديث عالية مع جودة ممتازة للشاشة أيضاً كان بعض الأسئلة دائماً ما نشاهد وهي وواش الفرق بين الشاومي والريدمي والبوكو أولاً شركة شاومي هي الأم هذه السلسلة يعني شاومي هي الرائدة تقدم أفضل الكاميرات وتقدم أفضل المعالجات وتقدم أفضل الشاشات وأسرع البطاريات عفواً السرعات الشحن والبطارية وسعرها يتراوح إلى ما بين 200 دولار إلى 900 دولار حتى 1000 دولار يعني هواتف رائدة من الشركة ومن بين هذه الهواتف الرائدة مثلاً هاتف شاومي 14 إليترا وسيري أو سلسلة شاومي 14 والهاتف الجديد شاومي 14 تي برو وأما هواتف البوكو هي علامة تقدم قيمة مقابل السعر وموجهة بشكل كبير للألعاب وزيد عدها معالجات قوية وهذه المعالجات تلقاها حتى في الهواتف الرائدة وأما علامة الريدمي تقدم هواتف متوسطة بأسعار جيدة وتهتم بشكل أكبر من ناحية الكاميرا مع معالجات متوسطة وكان حتى الهواتف الاقتصادية والأخير دمتون فرعة الله وحفظه